السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المبرمج احمد محمدي وحلقة جديدة من الباش مبرمج وبعد انقطاع كبير على السلسلة ده قررت ان انا ارجع تاني ونعملها وبشكل مختلف وحنتكلم فيها كتير مع بعض وحنطلع لايف وحنعمل كل حاجة الناس كانت بتطلبها مني على القناة. النهاردة هنتكلم اه هكلم متابعين القناة عن ازاي افضل طريقة يحقق منها اكبر استفادة من البلاي لست او الكورسات اللي احنا مقدمها على القناة. فخليكو معنا. بداية الناس اللي متابعيني اه افضل طريقة انك انت تعرف بيها الكورسات اللي على القناة مش انك تشوف الفيديوز او ايه الفيديوهات اللي بتنزل ورا بعض ايه لا افضل طريقة انك تخش على القايمة بتاعة البلاي لست لان دي فيها كل الكورسات اللي نزلناها على القناة من ساعة ما ايه ابتدينا. اه الكورسات ديات كلها زي مسلا كورس السي بلاس بلاس وكورس الاندرويد وكورس الاي او اس او حتى كورس السي شارب كلها بتنزل بشكل فانت لو وقفت كده على اي كورس هتلاقي البلاي لست بتاعتك نهاية البلاي لست بتاعتك ديات هتلاقيها يعني الفيديوهات مترقامة فيها من اول فيديو نزل لحادة اخر فيديو نزل في البلاي لست ديات. ساعات بنزل فيديو بيبقى خارج البلاي لست. بس ده ده يعني ما بتبقى خطأ مني. ساعتها انا بحس بصلح الغلط دوت. زي مسلا في فيديوكم نزل مؤخرا. اه خاص بي. ونزل برا البلاي لست ديت. ناشي. لكن انا بعد كده خدت بالي من الخطأ دوته وصلحته واضفته في البلاي لست دي. فانت افضل حاجة لو انت بتتابع كورس انك تتابعه عبر ايه التابع بتاعت البلاي لست ديت عبر القناة بتاعتنا. انت بس بمتابع كورس فلاتر. ممكن تيجي هنا كده. وتشوف كل الفيديوهات اللي نزلت وهتلاقيها مترقمة ترقيم يعني سليم من واحد وحتى ايه اخر فيديو نزل. وبكده تبقى انت معاك على طول لي ايه. لي الفيديوهات بتاعتنا اللي بتنزل ايه على القناة. ماشي? انا يعني ممكن انزل مسلا زي فيديو فاير بيز ده منزلش منه فيديوهات كتير. ممكن انزل فيديو مسلا كل تلات اربع صبيع مسلا. فلو انت تبعتها عن طريق التابع فيديوز فانا اعتقد ان ايه انك مش هتقدر تشوف كل الفيديوهات وفي فيديوهات ممكن ايه تضيع منك. تاني حاجة تعالوا بنرجع البلاي لست. انت مسلا شفت اا فيديو معين. وليكن مسلا دوات. ومسلا حسيت ان الكود في حاجة مش فهمها. ومحتاج ترجع الكود ايه بنفسه. فعشان السؤال ده بتسئلني كتير فين الاكواد. برغم ان انا اي منها اصابها فيه تحت الفيديو. كله مسلا تنزل تحت الفيديو بتاعتها من وبعد كده بتروح على بتاعت يمكنك تحميل يمكنك الوصول الاكواد عبر هذا اللينك وبتدوس عليها. وبيفتح لك هنا ملحقات الدروس كلها. ده الكورس بتاعنا ودي بقية ودي معظم الكورسات اللي موجودة على القناة عندنا. بتدوس هنا هوت. هيفتح لك الحلقات كلها بتاعت الكورس بملحقاتها كلها. فانت مسلا محتاج الحلقة رقم 11 التعليقات وتنحية الكود. هتلاقيها موجودة هنا الحلقة رقم 11 التعليقات وتنحية الكود في لغة استيشارب. هتدوس عليها. هيفتح لك الاكاونت بتاعنا على موقع جيت هاب. وفيه هتلاقي الكود اللي انت عايزه. وممكن تخش ايه اه على الهوارد اهوات. تخش على الهوات البروجرام.س وحتلاقي الاكواد اللي كتبناها في ايه في الحلقة ديت. يعني الموضوع بسيط مش مش معقد بتايقلي يعني لان في ناس كتير بتشتكي ان هما ما بيعرفوش يوصلوا الاكواد. مم يعني عبر الطريقة ديت. فانا بشرحها مرة تانية هوت. انت بتقف على الحلقة اللي انت عاوزها. بتروح لتحت الحلقة فيه صندوق الوصف. وده صندوق بيبقى مكتوب فيه كلمتين عن الحلقة اللي انا كاتبها ديت. وبقى فيه بعض اللينكات للكورسات التانية كلها. ماشيه? وبتوصل لحدة ما بتنزل تحت الحلقة ما توصل لي ايه يمكنك آآ الوصول للاكواد عبر هذا اللينك وبتدوس عليها. وبتختار الكورس اللي انت شغال معاه. ها هو الكورس تتعلم برمجة بسيطة بسيشارت. وبعد كده بتختار الحلقة اللي انت عايزها هنا. مسلا حلقة لها بحضاشر اهيت. وساعتها بتوصل للكوت بتاعك على صفحة بتاعنا. ماشيه? فالموضوع آآ بسيط. بالنسبة بقى للكورسات القديمة اللي منشرحها على القناة بتاعتنا زي كورس برمجة الالعاب لان هو كورس قديم شوية انا استخدمت في محرك العاب عفو عليه الزمن. انا الكورس ده سايبه يعني ايه? يعني انا سايبه لان انا عملته بالفعل ونزلته على على القناة. ماشيه وهو موجود للعاوز نشوف الحاجات القديمة دي كان بتتعامل ازاي? ازاي المبرمجين كله بيستخدموا المكتبات زمان ما كانش فيها زي يونيتي ما كانش فيها اه زي يونيتي او يعني موجود ممكن انت لو عاوز تتفرج عليه لكنه ما عادش خلاص من الحاجات ايه اللي بتستخدم دلوقتي في مجال برمجة الالعاب اللي هو الاس ام اا الاس لان انا مستخدمه في الكورس دوت. اا كورس السي بلاس بلاس انا استخدمت في اا ادوات قديمة لان هو الكورس ده اتعمل سنة الفين واربعتاشر. ماشيه? اا فكانت ساعتها الحاجات دي مش قديمة قوي يعني كنا على فكرة في الشركات بنشتغل بيها في نفس الوقت دوت. يعني انا استخدمت الادوات اللي بتستخدم في الشركات في نفس الوقت دوت يعني انا الكوششار بيها الفيديو الاستوديو القديم قوي دوت كنا أبنا نستخدمه في الوقت دوت يعني territories 2011 ا renamed 2013 كنا منستخدم الادوات دي. في انا استخدمت نفس الادوات اللي بنستخدمها في الوقت دوت. لكن حصل بعد ك ощ لا تطوير كبير فالادوات دي اصبحت قديمة لكن انت ممكن تاخد منها كونسبت اللغة ذات نفسه لو انت مهتمة بدراسة السي بلاس بلاس فممكن تستخدم كونسبت اللغة ذات نفسه اه الناس بتقول لي مش عارفين ننزل الفيديو الاستوديو الفين واثناشر انا استخدمته فيه الكورس دوت اه ممكن تستخدم الفيديو الاستوديو الفين وعشرين يعني اه ما فيهاش مشكلة هتلاقي شكله بتغير الى حد ما فيه جديدة بس يصدقني اه يعني اه اه النفس الماتيريالز تقريبا من سي بلاس بلاس ما تحطش عليها حاجات زيادة كتير يعني كورس برمجة تطبيقات الاندرويد كورس دوت يعني من بدايات برضو الكورسات اللي انا عملتها فيه القناة ويعني اه الاندرويد ستوديو شكله تغير الى حد ما من زمان لحد الوقتي بس انت حتلاقي فيه تشابه بين الحاجات بتاعت زمان لحد الوقتي من اهم الكورسات اللي عندي هنا في القناة اللي الناس بتهمله هو انك انت تتعلم جيت ايوان جيت والفيرجين كنترول سيستمز هي من الحاجات المهمة جدا في مجال تعلم البرمجة الفيرجين كنترول سيستم يعني تقريبا انت لو بتشتغل شغل احترافي لازم تستخدمه مش بس عشان ترفع الشغل بتاعك في النهاية على جيت هب فيه ناس فاكرين ان فاير لازم تجيت انك ترفع على جيت هب لأ ده بيعلمك ازاي تشتغل في فريق في تيم اه اغلب الناس المطورين مش الانديفيدوالز بيشتغلوا في تيم الشركات لو انت مثلا هتحترف شغل البرمجة وتشتغل في شركة هتشتغل في تيم مش هتشتغل لوحدك عشان تشتغل في تيم يبقى لازم الشركة دي بتستخدم كنترول سيستم فانا بانصح كل الناس انها هتاخد الكورس دوت حتى لو في ناس استطعمته شوية بس اصدقني تعليمك لأي لغة من لغات البرمجة المشروحة في القناة هدهوت مش هيكتمل اذا اخدت معا كورس فيرجن كنترول سيستم الى حد هذا انا فخور جدا باللي احنا باللي انا قدمته على القناة لحد دلوقتي بد فيديوهات ماشيه وبحيي كل واحد اشترك معايا على القناة وكل واحد تابعني والناس اللي هي بتبعاتلي كلام جميل جدا 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 وفي ناس بتقولي انا اشتغلت وناس بتقولي اا يعني ربنا يبارك لك وناس اا وناس عملو لي عبرة يعني اا بغد من نظر عن كل كل الكلام الجميل دوت فانا يعني منتظر من الناس اللي حتى بتابع القناة وحب بطريقة الشرح اللي احنا مستخدمه فيه القناة انها تقولي المزيد من الاقتراحات وتكتب لي المزيد من التطلعات اللي انتوا عايزينها زي مثلا انت نفسك تشوف كورس بيشرح ايه او كورس مثلا اا سي الفلاتر مثلا او البايسون نقص ايه اا عاوزين شرح في ايه زيادة او مثلا انت مش مقتنع مثلا بكورس معين او فيه مشاكل في كورس اا معين او الكورس دوت مكملش ليه او اا اي سؤال اي سؤال ممكن انتظره منكم في الكومنتس بوكس تحت الفيديو وغاية الناس ما تنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتعلم على علامة الجرس عشان يوصلها الجديد اول باول من القناة بتاعتنا بمجرد ما نرفع الفيديو على ايه اليوتيوب اا في النهاية بتمنى لجميع التوفيق كان معكم لا استنهم اهلا بكم متابعين قناة زكوت فازر واحب احيي كل متابعين القناة على ثقاتهم الغالية في المحتوى اللي بنقدمه على القناة وكمان احب ابشرهم بان الفترة الجاية ديت هنقدم محتوى جديد وبشكل مميز جدا اا وكمان خلال حلقات الجاية من برنامج الباش مبرمج هنتكلم بشكل اكبر عن البرمجة وعن اسرارها وكمان هنرد على اسئلة المتابعين كلها اللي بتدور حوالين مجال الاي تي كله مش البرمجة بس في نهاية الفيديو متابعنا لجميع التوفيق كان معكم المبرمج احمد محمدي في الباش مبرمج والى اللقاء في الحلقات القادمة